أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهنا في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من أعزاب يوم القيامة من أعزاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم أعزاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم أعزاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بحث ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم آمنا بأفواههم ولم تب من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موازعه يقولون إن أوتيتم هذا فقضوا وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تبلك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمون للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشؤوا الناس واخشؤهم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأزن بالأزن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم صدقا لما بين يديه من الثوراة وفيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من الثوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيبنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أنتا واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرضعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض غلوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون